أبو أمير تم تعيينه في وزارة الكهرباء بصفة عقد سنة 2008 في عام 2014 تم تثبيته على الملاك الدائم صارت خدمته 13 سنة يعني بين العقد وبين السنتين اللي يخدمها صدر قرار بتقليل السن القانوني إلى 60 عام فأجبر على التقاعد المشكلة أنه أبو أمير تم تبليغه أجبر على التقاعد ما كمل 15 سنة فصار لازم يدفع مبلغ 15 مليون كتوقيفات تقاعدية حتى يقدر يحصل على تقاعد واللي هو مبلغه 300 ألف فقط والتقاعد أيضا لا يورث فمعرف هل هذه الضوابط والتعليمات وقانون التقاعد هو منصف لحالة أبو أمير أيضا مراسلنا وليد الصالحي تحدث مع أبو أمير ويطرح قسطة إلى الإعلام ومن خلال برنامج لوكيشن عسى أن يصل صوته إلى المسؤولين خلونا نشوف طبعا مناشدة من أحد مواطني كربلاء وهو أبو أمين موظف في محطة إنتاج طاقة كربلاء يعاني أو يناشد المعنيين بإنصافة كون يحاول الذهاب إلى التقاعد أو مراجعة دائرة التقاعد من أجل الخروج بالتقاعد لكن طلبوا من أبو أمين 15 مليون دينار مقابل إخراجه للتقاعد أبو أمين راح يتحدث عن التفاصيل ومناشده السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أبو أمين حتشينا البرنامج لوكيشن شنو قلطي؟ والله أنا بالنسبة لي تعينت في محطة المسيب الحرارية بالبداية بالكهرباء يعني بوزارة الكهرباء 2008 بصفة عقد ففترة العقد استمرت دعا السنة بعدها من 2008 إلى 1.4.2019 تم تعين على الملاك الدائم وصدر بعدها قرار تقليل السن القانوني من 63 التقاعدي إلى 60 أنا موالد 61 فبعد سنتين من تعيني طلع التقاعد بشكل إجباري عندي خدمة 13 سنة وهي العقد العقد دعا السنة والملاك سنتين فصار 13 سنة إنه خدمتك 13 سنة راتبك يكون 300 ألف وعليك توقيفات تقاعدية لازم تدفعها 15 مليون 15 مليون دينار تدفعها كتوقيفات تقاعدية حتى تأخذ 300 ألف دينار تدفع لازم 9 نقد و6 أقصات يعني 9 ملايين لازم أدفعها و6 أقصات يقصوها من الـ 300 ألف من الراتب يعني يبقى 225 ألف يعني ما يتوقرات بك تقاعد ولا أدفع 15 مليون دينار هل هذا إنصاف؟ هذا الراتب التقاعدي يسموه مقطوع لا يورث يعني إذا يموت المتقاعد انتهى بعد ما فأولا 225 ما الهقيمة اليوم العاطل عن العمل هو يأخذ 270 فهذا يا قانون يعني هذا قانون ما يسمى قانون هذا قانون فاسد يعني أنا 225 هو أن العلاج مالتي أنا وأهلي أكثر من هذا المبلغ فأني هسا معاملتي هاي صار الهسنة مليت من المراجعات والـ شت ناشد هسنة؟ أنا ناشد وزير العمل رئيس الوزراء إنه لازم أكو حل هذا مو أنصاف هذا هذا مو قوانين هاي يعني هسا أي مسؤول أي مسؤول يقبل بهذه القوانين هذه زيان إذا طبقت على المسؤولين يقبلها هو فأني اللي أطلبه أنصاف أنصاف المتقاعد باعتبار أولا الراتب قليل وإحنا من طلع التقاعد أنا قلولي الحد الأدنى للراتب هو 500 وإحنا نسمحه بوسائل الإعلام الحد الأدنى 500 زيان هسا لما أجي تالي أصفالي من الراتب 225 زيان أنت لا خليتني أكمل 15 سنة حتى تطيني 500 ولا أنطيتني لحد الأدنى من الراتب فهذا مو أنصاف هذا جانب الجانب الآخر عندي آني خدمة عسكرية دع السنة دع السنة بس المشكلة الدفتر ضايع قالوا إلا دفتر دع السنة أنا مولد واستين نعم دع السنة خدمة عسكرية راحت علي الدفتر ضايع عندي مستمسكات أخرى